بسم الله الرحمن الرحيم ناخد منها محصول من المحاصيل الهامة جدا وهو تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول الكتان هذا المحصول الذي عرفه المزارع المصري القديم ومحصول من المحاصيل الهامة جدا تتنوع منتجاته وعلشان كده إحنا هنحاول نبسط الأمور معاكم أبنائنا وبناتنا وهنعرض عليكم تفصيلا بعض المهارات العملية اللي أنت لازم تتعلمها مننا على أساس أن أنت تكون طالب جدير في هذا المخرج من مخرجات التعلم اللي هو تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول من محاصيل الألياف وهو محصول الكتان محصول الكتان من المحاصيل الشتوية يعني بيزرع في موسم الشتاء وهو محصول حولي وأبنائي وبناتي لما بقول محصول حولي يبقى هنا بنقصد أن هذا المحصول بينهي دورة حياته خلال عام أو أقل من العام لما بقول محصول شتوي حولي يبقى بيتزرع في موسم الشتاء وبنزرع البذرة بتاعته في أول الموسم الشتوي في شهر إكتوبر ونوفمبر من كل عام ونحصد للحصول على البذرة في شهر إبريل ومايو أو بداية من شهر مارس يبقى هنا إحنا بنقصد بأن ما نقول محصول الكتان محصول حولي شتوي يبقى هذا المحصول بينهي دورة حياته من البذرة إلى البذرة خلال موسم زراعي واحد أما إذا كان المحصول سنائي الحول يبقى بينهي دورة حياته خلال سنتين هنا بنرجع لأهمية محصول الكتان هي سؤالنا كل منتجات هذا المحصول لها قيمة اقتصادية يعني لو احنا اتكلمنا على المحصول الغرض الأساسي من زراعته هيقول بيزرع لإنتاج إما لإنتاج الألياف وإما لإنتاج البذور طيب إيه هي أهمية الألياف؟ طبعا الألياف بيصنع منها المنسوجات الكتانية عالية القيمة واللي هي تتميز بصفات عالية وصفات جيدة إلى جانب البذور اللي إحنا بنستخدم البذور فيه إما كتأوي وإما بيصخرج منها الزيت اللي هو الزيت الحر وهذا الزيت له صفات مميزة عن باقي الزيوت النباتية إلى جانب أن هناك منتجات أخرى مهمة جدا زي الأجزاء التي تخرج أثناء الحصول على الألياف من السيقان بعملية الدأ هناك أجزاء صغيرة تكون من الساق هذه الأجزاء يتم تصنيع منها نوع من الأخشاب اللي هو الخشب الحبيب يبقى أنا لما باجي أتلم على محصول كتان يبقى لازم أعرف أن هذا المحصول مهم جدا لأن كل منتجاته تعتبر منتجات اقتصادية سواء البزور سواء الألياف أو الصناف التي تزرع كثناء الغرض ألياف وبزور معا إلى جانب الأجزاء التي يتم الحصول منها من الساق أثناء تنفيض الساق للحصول على الألياف منه بعد عملية التعطيل هذه الأجزاء تفتخدم في صناعة الخشب الحبيبي الزيت الناتج يسمى به الزيت الحر نتيجة لاختلاط بزر حشيشة الحرة مع بزور الكتان أثناء العصر مما يعطيه مواصفات خاصة أو مزاق خاص إلى جانب أنه يستخدم أيضا في صناعة البويات والورنيش بعض المنسوجات الرقية تستخرج من نسيج الكتان اللي هو النسيج بيستخرج من أبنائي وبناتي من الساق لأن إحنا عندنا وحدة الممارسات الزرعية في إنتاج محاصيل الألياف قد يكون المحصول محاصيل ألياف ساقية زي إيه؟ زي الكتان اللي إحنا بصدد المراجعة عليه النهاردة أو ألياف بزرية زي محصول الأطن الألياف بتاعته بتخرج أو أساسها أو مصدرها هي البزور يبقى هنا بتختلف منشأ الألياف على حسب المحصول أما نيجي أبنائي وبناتي نستعرض معا الوصف النباتي لمحصول الكتان هنعرض عليكم دلوقتي بعض التفاصيل عن محصول الكتان زي ما هنشوف مع بعض على الشاشة اللي هو النبات الكتان نبات عشبي حولي شتوي الساق بتاعته الساق قائمة يبلغ طولها 50 إلى 120 سنطي ويختلف تفرعها على حسب الصنف بمعنى إيه أبنائي وبناتي زي ما نشوفين كده أدامكم هذه عندي أصناف هذه الأصناف قد يكون أصناف ألياف والأصناف الألياف تتمايز الساق بتاعتها أنها إيه غير متفرعة عدى منطقة القمة وحنرجع لكم علشان نفصل لكم الأمور ديت أصناف البزور التفريع بتاعتها بيكون بطول الساق وأصناف سنائية الغرض تتفرع من أسفل ومن القمة وزي ما انت شايفين أبناء وبناتي الصورة اللي قدامنا ديت لما نيجي نشوف هتلاقي أدن أباتها هوت في فروعة هيت بصت كده معايا أبناء وبناتي عشان تبقى عارف كويس شكل الساق بتاعت الكتان وده يلزمني أنك تعرف شكل المورفولوجي للنبات بصفة عم أدن ساقها هيت ما فيهاش أي خالص أي تفرعات غير من القمة الجزء ده هوت في بعض التفرعات وأدن ساقها هيت فيها جزء من الفروع اللي هو بيحمل الكابسولات أو بيحمل السمار والساق هو مصدر الألياف ولما نيجي نتكلم على تفصيلة المصدر التفريع في الأصناف يبقى لازم أسأل الأول الصنف ده غرض إيه؟ لغرض الألياف يبقى عندي التفريع بتاعها هيبقى منين؟ من القمة فقط لإني أنا همني أن طول الساق يكون أليافه مكتملة ما يدينيش ألياف ضعيفة وألياف غير مرغوبة يبقى في ألياف الكتان التي تزرع لإنتاج في أصناف الكتان التي تزرع لإنتاج الألياف تتميز بأن التفريع بتاعها بيكون في القمة منطقة القمة عشان يبسق كله الألياف بتاعته ألياف كاملة ومش متقطعة وما هياش قصيرة تابع الأصناف بتاعة البزور لا البزور أنا عايز كمية البزور كبيرة يبقى ما عنديش منع من التفريع في أي مكان خصوصا أن النبات ده أنا بزرعه لغرض إنتاج البزور فقط تاب لو زرعته كان يكون سناء الغرض سناء الغرض يبقى حيكون هنا التفريع في جزء معين من النبات إما في منطقة الجزء السفلي من الساق وإما من الجزء العلوي من الساق علشان نحافظ على منطقة إنتاج الألياف يبقى أبنائي وبناتي هذه الجزئية اللي أنا بفصلها لكم مهمة جدا في أن أصناف الكتان هناك أصناف لإنتاج الألياف تتميز تفريع بتاعها بأنها في القمة فقط أما الأصناف التي تزرع لغرض البزور التفريع بتاعها بيكون بطول الساق وفيش مانع خالص أن التفريع بتاعها يكون بطول الساق لأن أنا بزرعها لغرض إنتاج البزور وهناك أصناف تزرع سنائية الغرض لإنتاج البزور والألياف معا هذه الأصناف يمكن أن تتميز بأنها تتفرع في القمة وفي المنطقة السفلية نرجع نستكمل مع بعض أبناء وبناتي باقي التعرف على الجزء الخضري اللي هو الأوراق أوراق الكتان زي ما انت شايفين كده أبنائي وبناتي هوت صورة أوراق بسيطة جالسة متبادلة يعني ايه بسيطة؟ يعني تتكون من ورقة واحدة النص اللي بتاحها جزء واحد زي ما انت شايف كده بص كده معايا اهو كان اللي أنا بشاور عليه ده قد الورقة بسيطة اهي اهي كل الأوراق بتاعته كان أوراق بسيطة وبتكون متبادلة جالسة يعني ايه؟ يعني جالسة على الساق على تشوف اتصال الأوراقة بالساق زي ما انت شايف كده بنسميها ايه؟ جالسة يبقى وصف الأوراق بتاع دي الكتان أبنائي وبناتي بنقول أوراق بسيطة جالسة متبادلة ادي الأوراقة هاي شكلها المورفولجي بسيط جالس على الساق ومتبادلة بص كده شوف وضع الوراق دي فين؟ وشوف الوراق مش متقبل متبادلة على الساق دي بالنسبة ليه الأوراق طيب تتحول الأوراق إلى اللون الأصفر ودي دلالة مهمة جدا من دلالات أو علامات النضج في الكتان تتحول الأوراق إلى اللون الأصفر عند اقتراب النضج بنتكلم بعد كده أبنائي وبناتي على الأظهار في الكتان زي ما انتوا شايفين قدامكم أبنائي وبناتي من اللون من غير ما نتكلم لازم عينك تتشبع بشكل الأظهار أدي إما أن تكون الأظهار بيضاء اللون لون أبيض أو أزرق أو بنفسجي هذه الأوراق هذه الأظهار أظهار خنسة ولما بقوا الخنسة أقصد بها أنها تحتوي على أعضاء التذكير وأعضاء التأنيس يبقى إحنا ما نيجي نوصف أظهار محصول الكتان بنقول أن الأظهار خنسة يعني مكتملة أعضاء التذكير والتأنيس بنقول أن اللون بتاعها أبيض أو أزرق أو بنفسجي ننتقل بعد كده أبنائي وبناتي إلى الثمار الثمرة بتاعة الكتان اسمها علبة أو كابسولة وأنا عايزكم كده تركزوا معايا في الصورة المعروضة قدامك دي أبنائي وبناتي هذه شكل الثمرة هو بص كده معايا كابسولة جوة الكابسولة ديها البزور بتاعتي وأدي أنا حبيت أجيب لكم الصورة في مراحل نطج مختلفة ولكن عليك أن تعي تماما أن الثمرة بتسمى كابسولة هي بالشكل ده كده علبة أو كابسولة هذه العلبة أو الكابسولة كروية الشكل لها قمة والقمة بتاعتها يعني بتكون ما هياش مستديرة بص كده أبنائي وأناتي بص كده زي ما نبقى شهور لك كده ركز معايا علشان تبقى عارف شكل النبات كأنك أنت بالضبط بشايفه وكأنك بتنظره معايا بعينيك يبقى الثمرة علبة أو كابسولة كروية الشكل لها قمة مكونة من خمسة غرف بكل غرفة بزرتين اثنين طيب تشوفوا البزرة بقى يبقى البزرة شكلها ايه ادي بزور الكتان شكلها بيضي يعني ايه بيضة أبنائي وبناتي بص كده للطرف بتاع البزرة شوف كده اهو مستدق أو مدبب ركز معايا كده ادي شكل بزرة الايه الكتان بالشكل ده وبيضي يعني بتكون فيه جهة منها بتكون بيضوية شكل او نصف كرة والنصف التانية بتكون ايه مدببة زي ما نشافيك هنا في الصورتين الموجودين قدامكم شكل البزرة بيضي مستدق عند الطرفين لونها بني لامع لما نيجي نتنقل بعد كده ابنائي وبناتي على اصناف الكتان اصناف الكتان هناك اصناف كثيرة جدا ولكن انا هلقصهم لك ببساطة علشان تعرف ان هناك فكرة عن اصناف الكتان على حسب المنطقة التي يجود فيها وعلى حسب مقاومة هذا الصنف للرقاد صنفت اصناف الكتان الى سخة واحد وسخة اثنين وسخة ثلاثة وسخة اربعة يبقى اصناف سخة من واحد الى اربعة هذه الاصناف كلها مقاومة للرقاد والصدق ويزرع في مناطق تزرع في مناطق مختلفة سواء في شمال ووسط الدلتة كما تزرع بجنوب الدلتة وهذه الاصناف تتمايز بانها مقاومة للنطق يبقى لما يجي تكلم معاك على الاصناف يقولك ايه الصنف اللي هو يمكن زراعته في شمال الدلتة او وسط الدلتة على طول تجي في ذاكرتك صنف سخة واحد طيب في جنوب الدلتة سخة اثنين علشان تبقى ولد جدير وتبقى فاهم ان انت عندك معلومات مبنية على اساس علمي يبقى هذه الاصناف سخة واحد يزرع في شمال ووسط الدلتة وهذا الصنف يتمايز بانه مقاوم للرقاد والصدق سخة اثنين يزرع بجنوب الدلتة وبان السوف والفيوم وهو ايضا صنف مقاوم للصدق وده صفة مهمة جدا جدا في اصناف الكتان سخة ثلاثة واربعة وهذه الاصناف مبكرة النضج وايضا مقاومة للاصدق نيجي نتقل على نوعية تانية من الاصناف جيزة تسعة وجيزة عشرة وهي تجود بشمال وجنوب الدلتة معا ومقاومة للاصدق ننتقل الى متوسط انتاجية الفدان ينتج فدان الكتان من اربعة الى اربعة ونصف طن يعني السيقان يستخلص منها الالياف وحوالي ربعمية الى خمسمائة كيلو جرام بزور وزن اردبل بزور مية اتنين وعشرين كيلو جرام يبقى ابناء وبنات لما نيجي نتكلم على اصناف الكتان لازم نقول هناك اصناف تجود في مناطق معينة يبقى لازم تعي تماما ان هذه الاصناف لكل صنف بطاء التعارف او مواصفات لهذا الصنف تميزه عن غيره لما نيجي نقول صنف يزرع في شمال الدلتا ووسط الدلتا على طول تقول سخة واحد صنف يزرع في شمال وجنوب الدلتا تقول له جيزة تسعة وجيزة عجرة لما نقول له سخة تلاتة واربعة او سخة اتنين كل هذه الاصناف اصناف مقاومة للصدق يجي يتكلمك على متوسط انتاجية الفدان من الكتان تقول له ينتج الفدان من الكتان كمية من الالياف وكمية من البزور الالياف من اربعة الى اربعة ونصف الى خمسة طن الياف او ما نقولش الياف بقى نقول سيقان لان الالياف ده مستخلص نهائي بعد عملية معينة اللي هي عملية التعطين اللي هي بنوضع السيقان في المياه لمدة معانا لازابة المواد اللاحمة علشان نستخلص منها الالياف الموجودة على الساق يبقى لما نجي نكلم على متوسط انتاجية الفدان من محصول الالياف ابنائي وبناتي او من محصول السيقات نقول اربعة الى اربعة ونصف الى جانب ربعمية الى ربعمية وخمسين كيلو جرام من البزور ووزن اردب الكتان مية اتنين وعشرين كيلو جرام ننتقل ابنائي وبناتي الى نقطة اخرى من النقاط المهمة في هذا المحصول وهي اللي هي موعيد زراعة الكتان وهو يزرع كمحصول شتوي هذا المحصول يزرع خلال شهر نوفمبر حتى اخر شهر نوفمبر او عشرين من نوفمبر وتأخير الزراعة يقلل الانتاج يبقى لما نيجي ناخر معادة زراعة تقل كمية الانتاج بشكل ملحوظ والفدان يحتاج الى ستين الى سبعين كيلو جرام تقاوي على حسب ايه؟ على حسب الصنف وعلى حسب الغرض من الزراعة يبقى لما نيجي نتكلم على كمية التقاوي التي يجب ان تحددها للفدان تقوله كمية التقاوي تتوقف على عاملين مهمين جدا العامل الاول تقوله انت هتزرع الكتان لغرض ايه؟ العامل التاني بنكلم فيه اللي هو على حسب الصنف يبقى او طريقة الزراعة لما نيجي نتكلم على زراعة الكتان بيحتاج الفدان الى خمسين الى سبعين كيلو جرام طيب امتى خمسين امتى سبعين امتى هنا الرنج من عشرين كيلو يقوله اذا كان الكتان يزرع لغرض البزور يبقى هنستخدم كمية التقاوي اقل ليه؟ لان انا عندي عايز تفرعات كبيرة جدا للساق علشان يديني كمية بزور كبيرة تبلو لانتاج الالياف يبقى عايز كمية التقاوي كبيرة لان انا محتاج كسافة عالية وان النباتات دي ما تتفرعش تفرعات كتير ويبقى الساق بتاعي ساق بدون تفرعات عشان يديني الياف عالية القيمة وجيدة المواصفات سناء الغرض يبقى متوسط كمية التقاوي يحمي حوالي خمسين كيلو للفدان ايه العامل التاني اللي بتتوقف عليه كمية التقاوي ابناء وابناتي اللي هي طريقة الزراع اذا كانت الزراع هتتم بشكل يدوي او آلي طبعا ابناء وابناتي انتوا عارفين ان الزراعة الالية دايما بتوفر في التقاوي وتوفر في الوقت وتنظم مسافات الزراعة بين النباتات ولهذا دائما نوصي باستخدام الزراعة الالية خاصة لو كانت المساحات كبيرة لكن لو عندي مساحات صغيرة وانا عندي كفاءة ومتدرب على عملية الزراعة مفيش مانع اننا ننصر التقاوي بتاعتي بطريقة البدار او بطريقة التصطير اي انجان حسب اختياري للطريقة بشرط اننا امتلك المهارة اللازمة لبدار او نسر التقاوي بشكل منتظم في جميع المساحة على الا تنصر التقاوي في مكان اكثر من مكان اخر حتى لا يكون هناك تفاوت في كسافة النباتات في وحدة المساحة نرجع ابناء وبناتي الى النقطة اللي بعد كده اللي هي الطرق الزراعة طرق الزراعة ابناء وبناتي زي ما انت شايفين كده قدامكم يتم الزراعة بالبزور الجافة في ارض جافة سبق خدمتها ولما بكلمكم ابناء وبناتي سنة تانية من برنامج انتاج فني المحاصيل يبقى مقصد ان ارض سبق خدمتها يعني تم عليها عملية الحرس الجيد المتكرر ثم عملية التسحيف ثم التسوية ثم تقسيم الارض الى احواض وبتون وهنرجع نفصل جزئية مهمة جدا وهي تقسيم الارض الى احواض بمساحة ثلاثة الى اربعمة مع مراعاة ان تكون البتون رفيعة ثم الري ثم تزرع بطريقة البدار او بطريقة التصدير الزراعة التصدير زي ما انا قلتلك ابناء وبناتي تتميز به انخفاض التكاليف وانتظام وتوزيع البزور او التقاوي على وحدة المساحة الى جانب انها تساعد في انتاج الياف ناعمة متجانسة لكي تكون عالية القيمة الاقتصادية نرجع نتكلم على التسميت وهي نقطة مهمة جدا 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 في الاراضي الوادي او الاراضي القديمة يحتاج الفدان الى ايه زي ما نشاهدين كده ابنائي وبناتي المقرارات السمادية على حسب التوصيات الفنية لمحصول الكتان ميت كيلو جرام سوبر فوسفات زائد 35 الى اربعين وحدة ازوت ركز معايا لما بقول ميت كيلو سماد غير لما بقول خمسة وثلاثين وحدة لان هنا ان كل ميت كيلو ده هم السوبر فوسفات الكلسم 15.5% بيحتوى على 15 وحدة فوسفات هنا خمسة وثلاثين الى خمسة واربعين وحدة ازوت هناخدها من كام كيلو سماد هتوقف على نوع السماد لو انا هستخدم سماد اليوريا بذكرك انا بمعلومة مهمة جدا اخدتها في وحدات سابقة لان هذه الوحدة تتطلب منك ان يكون عندك متطلبات راسية سابقة زي انواع الاسمدة كنا بنقول اليوريا عن عنصر الفعال فيه هو الازوت او النيتروجين ونسبته 46% لما اجد اتكلم ان اقول المعدلات السمادية للفدان 35 الى 45 وحدة ازوت يبقى انا اقصد ان انا احتاج الى 100 كيلو جرام يوريا علشان تكفي لفدان كتان هذه الكمية تضاف على دفعتين الدفعة الاولى قبل الريا الاولى اللي هي اسمها ايه ابناء وابنات علشان لما تبقى معرض للمنخشة الشفوية اسمها رية المحياة ثم الدفعة التانية قبل الريا الثانية طب دي بالنسبة للاراضي القديمة اللي هي الاراضي الطمية طب لو ارض جديدة اكيد معدلاتها هتزيد طب نشوف كده معدلات التسميت في الاراضي الجديدة زي ما تشايفين كده ابناء وانادي معدلات التسميت في الاراضي الجديدة بتزيد شوية ليه لان الاراضي الجديدة بتبقى فقيرة في العناصر يعني بنضف لها اد يا استاذ اقولك بضف لها 150 كيلو جرام صبر فسفات بص كده قرن انا حطيت لك الاثنين مع بعضه هنا كان في الاراضي القديمة كان 100 كيلو صبر فسفات زادوا بقوا كان 150 كيلو صبر فسفات في الاراضي الجديدة كان هنا من نسبة ليه كمية السماد النيتروجيني 35الي زائد خمسين كيلو جرام سلفات بوتاسيا تمانية واربعين في المية وده مهم جدا علشان يديني ألياف ناعمة زائد خمسة وسبعين وحدة أزوت ركزوا معايا أبناء وبناتي هنا كان كام كان خمسة واربعين وحدة أزوت هنا زادت كمية الأزوت في الأراضي الجديدة إلى خمسة وسبعين وحدة إيه خمسة وسبعين وحدة أزوت ويفضل استخدام سماد سلفات النشادر عشرين في المية أو نطرات النشادر تلاتة وتلاتين في المية تضاف هذه الكميات على أربع دفعات كل دفعة ما بينها وبين الدفعة الأخرى مسافة منتظمة أو فترة منتظمة وتبدأ بالتسميد قبل الري مباشرة اللي هي الري الأولى وعموما ولما بجأوا العموما أبناء وبنات لازم نقف عند كلمة وينصح بعدم زيادة التسميد الأزوتي لتجنب الرقاد والإصابة بأمراض الصدق أما نرجع بقى نتكلم علشان خاطر نقصل لهذه المعلومة اللي هي ترتقي إلى درجة المهارة اللي هو في معيار التسميد الكفاءة واستجابة الكتان لعملية التسميد بيستجيب للأسميدة الفوسفاتية ويستجيب للأسميدة الأزوتية والبوتاسية ولكن زيادة التسميد الأزوتي يعمل على زيادة المجموع الخضري يعمل على إنتاج ألياف خشنة طب لما ينتج ألياف خشنة أبناء وبنات النتيجة ستكون ضعف أو قلة في العائد الاقتصادي ستتباع بأسعار مخفضة لأن الألياف الخشنة مواصفتها أقل من الألياف الناعمة هنا جزئية مهمة جدا 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 لازم تاخد بالك منها أبناء وبنات وهي ما يوصى به أثناء وضع برنامج سمادي لمحصول الكتان واحد ممكن إضافة أسميدة فوسفاتية على أن تزيد كمية الأسميدة الفوسفاتية المضافة للأراضي الجديدة عن الأراضي القديمة كنا بنحط في الأراضي القديمة بنوصي بوضع 100 إلى 150 كيلو سوبر فوسفات بتزداد هذه الكمية إلى 150 كيلو بالنسبة للأراضي الجديدة زائد 50 كيلو سلفات بوتاسيام زائد 75 وحدة أزوت هذه الكميات بتساعد النبات على أن يكون جيد النمو طيب زيادة التسميد الأزوت مهم؟ نوقف هنا ونقول لا ينصح بزيادة التسميد الأزوت لمحصول الكتان حتى نتجنب اتجاهه للنمو الخضري وتعرضه للرقاد أو الإصابة بأمراض الصدق وكل هذه الظواهر ظواهر سلبية يبقى لازم تعي جيدا أبنائي وبناتي أنه يوصى بعدم الإفراط ولما بقول الإفراط يعني عدم زيادة كمية السماد الأزوت لمحصول الكتان لتجنب إصابة الكتان بالأسمدة بالأصدق أو تجنب رقاد النبات وإنتاج ألياف خشنة نستكمل مع بعض باقي المعلومات المهمة في ري الكتان بنسبة ليه ري في الكتان يحتاج إلى ثلاثة إلى خمسة ريات منتظمة وينصح بعدم الري وقت هبوب الرياح طبعا أنت عارف أن إحنا لو روينا وقت هبوب الرياح تكون النبات أكثر عرضة للميل وأكثر عرضة للرقاد وهذا يتلف النباتات والري بالرش ينصح به في الأراضي الرملية أبنائي وبناتي علشان نوفر كمية المياه وينصح بأن يكون كل أربع أيام رية عندما يتبع نظام الري بالرش بالنسبة لمقاومة الحشائش تقاوم الحشائش وخاصة حشيشة الحرة وحشيشة الحمول حيث أنها من الحشائش التي تتطفل على محصول الكتان وتسبب نقص في الكمية المحصول ونقص في الإنتاجية وتسبب أيضا حشيشة الحرة ده هي بالذات بتسبب مواصفات غير مرغوبة في الزيت الناتج من بزهور الكتان لو زادت عن الحد الطبيعي تقاوم الحشائش إما بتقاوم بالمقاومة الميكانيكية باليد أو باتباع دورة زراعية أو بأننا أستخدم فيها المبيدات الموصة بها ننتقل أبنائي وبناتي إلى معلومة أخرى وهي علامات نطق محصول الكتان بالنسبة لنطق محصول الكتان تتمثل في كيف تستدل عليه دي نقطة مهمة جدا علشان أنا لما أعرض لك بالصور تبقى تتذكر معايا المعلومة اللي أنا مدهالك دي قدامك أبنائي وبناتي وهي من علامات نطق محصول الكتان اسفرار الجزء السفلي من الساق بتلاقي حصول الكتان وأنا هنجيب لك سليطات وحقارن لك بالتفصيل وإحنا هتنبقوا وقفين مع بعضا علشان نشاهد إزاي تميز علامات نطق أو تستدل على علامات نطق محصول الكتان واحد اسفرار الجزء السفلي من الساق اتنين تساقط الأوراق تلاتة اسفرار السمار أو الكابسولات ويراع عدم التأخير في الحصاد ودي نصيحها مهمة جدا هنرجع لكم علشان نقول لك ليه بنوصي بعدم التأخير في الحصاد كما نوصي أيضا بعدم التبكير في الحصاد يبقى تحديد معادي الحصاد مهم جدا أبنائي وبناتي هنا بعد ما بنحصد أو بنعمل عملية التقليع يتم تكفيف النبات قبل عملية الهدير وعملية الهدير دهية هي عملية المقصود منها فصل السمار أو الكابسولات عن أش الكتان تمهيدا لعملية التعطين وهذه العملية تتم بوسط أمشاط خاصة أو ماكينات خاصة ثم بعد عملية الهدير يتم تربط الأش في كوادي صغيرة تسمى هذه عملية بعملية التسوير اللي هي فرز الأش إلى درجات على حسب الأطوال بتاعته يبقى أبنائي وبناتي لما نجي نتكلم على علامات النطج محصول الكتان معلش أنا عايز أأكد على أن مرحلة حصاد الكتان أو التحديد الوقت المناسب أو المرحلة المناسبة أو الطور المناسب للحصاد مهم جدا 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 علشان كده بقول لك لازم تعرف علامات النطج المناسبة تبص للنبات إذا تحول النبات إلى اللون أصفر والكابسولات بتاعته تحولت إلى اللون الأصفر الباهت والساق تحول إلى اللون الأصفر وتساقطت أوراقه في هذا الوقت يكون النبات وصل إلى مرحلة النطج المناسبة للحصاد إيه كمان يا أستاذ لو فيه مر لو أنا بعين الأرض أو أنا بستدل على مرحلة النطج وفيه هوا حلاق أن صوت البزور بتعمل صوت واضح في الكابسولات تلاقي صوت البزور واضح جدا أو لو أنت هزيت النبات كده تسمع صوت إيه تسمع صوت البزور داخل الكابسولات هنا بنقول أن النبات وصل إلى مرحلة النطج المناسبة للحصاد طب أبنائي وبنات لو أنت ما عندكش الخبرة التي تساعدك أو تعينك على تحديد مرحلة النطج المناسبة هنا حتأثر المحصول شكل كبير جدا ليه؟ لأن أنا لو حصدت قبل وصول علامات النطج المناسبة زي ما أنا قلتها لكم كده أبنائي وبناتي حينتج لي ألياف ضعيفة رديئة آآ لا تباع وبالتالي حيبى العائد الاقتصادي منها ضعيف جدا وكمان حاجة البزور حتبقى ضامرة نسبة الزيت حتتأثر يبقى هنا مخاطر حصاد الكتان قبل وصوله إلى طور النطج المناسبة طب لا وأنا أخرت هقول بقى أخر عشان أأمن نفسي هقول لك لا برضو ما ينفعش لأن تأخر الحصاد هيؤدي إلى تفتح الكابسولات وسقوط الزور على الأرض وضياع كمية كبيرة جدا من البزور اللي هي بتباع بأسعار وبتعتبر مصدر عائد اقتصادي بالنسبة للمزارع يبقى هنا المعيار مهم جدا أبنائي وبناتي في الحصاد وهو تحديد مرحلة النطج المناسبة من خلال الاستدلال على علامات النطج اللي هو أسفرار الكابسولات وتلونها باللون الأصفر الباهد ثم أسفرار النبات بالكامل سقوط الأوراق من على الساق وجود الساق كده خالية من الأوراق ثم سماع صوت الزور داخل الكابسولات هنا يبدأ الحصاد إمتى ببدأ الحصاد نبدأ الحصاد إما في الصباح الباكر أو قرب الغروب الشمس أو بالليل نقول طب ليه؟ إيه هنا سبب؟ إيه الفايدة؟ إيه العبرة؟ ليه أنا أؤكد على أنه يتم حصاد الكتان في الصباح الباكر أو قرب الغروب أو ليلا لتجنب تفتح الكابسولات وسقوط البزور على الأرض وفقد كمية كبيرة منها مما يشكل على المزارع خسارة بالنسبة له يبقى هنا معيار حصاد الكتان أبناء وبنات هو مرحلة النطج المناسبة ووقت الحصاد طب أحصده إزاي؟ علشان أما أجأ أعرض لك الصور يبقى أنا خلاص أنا أديتك المعلومة الإسرائيلية والمفاهيم اللي هي تؤهلك أن أنت تكون طالب ماهر إيه هي المعلومة المهمة اللي أنا عايز أزودك بها هو أن أنا لما أجأ أحصد الكتان يتم تأليع الكتان في صورة قبضات على قد الإيد كده شوف على قد إيدك ما بتمسك بتمسك كده قبضات وتجذب الكتان إلى أعلى يبقى أنت بتقلعه ثم تضم الكتان القبضات ده هي وتضعها على الأرض في شكل إيه؟ في شكل منتظم الجزور في اتجاه والثمار في اتجاه هنا بتبقى عملية إيه؟ الحصاد أو التأليع تمت بشكل جيد أو بأفق المعيار المطلوب لحصاد الكتان نرجع أبنائنا وأبنائتنا نشوف ونستعرف مع بعض إزاي نتعرف على المرحلة المناسبة لنضج محصول الكتان ركز معايا بقى كده علشان هناخده مع بعض كده شوية وقت علشان نفهمك إمتى بنحصد أدي محصول الكتان محصول الكتان فيه فيه ثماره آه تكونات ثمار طب هذه المرحلة مناسبة للحصاد بص كده إحنا عايزين ننظرم وانطابق مع بعض مدى توفر على مات النطج على هذه الأرض بص كده النبات لونه إيه؟ لونه أخضر طب إحنا كنا بنقول في النطج إيه؟ لا النبات بيكون لونه أصفر كنا بنقول تصفر هار الأوراق لا والله ده الأوراق لسه خضرها هاي كنا بنقول سقوط الأوراق من على الساق برضو الساق موجود عليها إيه؟ موجود عليها أوراق هاي؟ يبقى هنا هذه المرحلة مرحلة غير مناسبة للحصاد مهميني أو أبنائي وبناتي أن أنت تميز ما بين المرحلة المناسبة للحصاد أدي صورة قدامك هاي؟ ننتقى الباقي على طول لنفس الصورة حبيت أن أنا أحطوهم جاب بعض علشان تقدر تميز ما بين علامات النطج والمرحلة المناسبة للحصاد بص كده الاستيقات شوف كده بص الهنا بص هنا قارن ما بين لتنين إحنا كده عاديين مع بعض منبص ونشوف وننظر الحالتين لتنين أدي استيقانة هاي؟ مفيش ولا ورقة فيها الساق لونه إيه؟ أصفر هوا؟ يعني خلاص مش أخضر كمان كده الكابسولات لونها إيه؟ لونها أصفر هنا النبات لونه كله إيه؟ كله أخضر طب أعمل بعد كده إيه؟ أبدأ أبص شوف أنا أركز معايا أو أبنائي وبناتي شوف كده من ضمن علامات النطج شوف الكابسولات لونها إيه؟ أصفر شوف النبات ده بص كده للصورة المعروضة قدامك وأبنائي وبناتي أكد عليها بص كده ركز هنا بنقول إيه؟ توفر علامات الحصاد هنا مرحلة الحصاد مناسب جدا انا نبدأ نحصده وما نأخرش عن كده ليه ادي الكابسولة مقفولة هي بص كده اللون بتاعها اصفر ادي النبات ما فيش اي اوراق خالص النبات كل الاوراق بتاعته سقطت لون النبات اصفر او يميل الى الاصفر وهنا المرحلة دي مرحلة مناسبة جدا للحصاد طب لما نرجع كده تاني علشان ما نسبكش وتبقى انت ما تشبعتش بالصورة وخزنت الصورة جوه اه عينيك وجوه زاكرتك علشان تبقى تكتسب منها الجدارة لتميز ما بين المرحلة المناسبة للحصاد والغير مناسبة دي المرحلة المناسبة دي مرحلة غير مناسبة للحصاد ودي شكل الكابسولات اللي احنا بنقول فعلا النبات وصل لمرحلة النضج المناسبة نبدأ نتكلم على تقليع الكتان يتم اه تقليع الكتان قبل جفاف الثمر زي ما انا قلتلكو ابنائي وبناتي علشان خاطر تجنب اه تفتح الثمار وانفراط البزور ويبدأ الحصاد في الصباح الباكر اه اه او ليلا وما يراع عند الحصاد مجموعة من نقاط المهمة جدا يتم التقليع في الصباح الباكر او ليلا زي ما انا قلتلكو شرحتلكو تفصيلا قبل كده علشان ما ناخدهش وقت اه التوقف عند اشتداد درجة الحرارة اه تمسك النباتات بقبضة على قدر قبضة الابد زي ما انا وردتكم ابنائي وبناتي دون زيادة علشان ما تهدرش كمية من النباتات توضع النباتات على الارض في صفوف ترك النباتات الضعيفة وعدم خلطها بالمحصول عزل نباتات البتون وقنوات الري ثم ترك النباتات بالارض ثلاث ايام ثم تربط في حزم بعد كده ابنائي وبناتي حنعرض لكم مهم جدا 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 الصورة اللي هي معروضة قدامكم ابنائي وبناتي علشان تعرف تميز ازاي تحصد الكتان ادي قدامك اهوت ادي العمال بيحصد الكتان قبضات شوف على قدر قبضة الايد اهوت ثم يوضع النبات ايه بالشكل انت شايفه ده اهوت اهوت مستوي الجزور في ناحية والثمار في ناحية زي ما انت شايف الصورة واضحة خلاص اهيت ادي جزور الكتان وادي ثمار الكتان دي في ناحية ودي في اتجاه وهي عملية التسوية او عملية التسوير ولما نشوف كده أبناء وبناتي ممكن الحصاد إما أن يكون يدوي أو حصاد آلي زي ما أنت شايف كده قدامكم على الصلاة الموجود والصورة الموجودة قدامكم أبناء وبناتي ننتقل بعد كده إلى عملية من العملية المهمة جدا اللي احنا شرحناها من دخائق بسيطة جدا وهي عملية التسوير اللي هي وضع الكتان في صفوف على الأرض بشكل ده بصوا أبنائي أدي جزور الكتان وأدي سمار الكتان أدي الجزر وأدي السمار وبينهما الساق وبعدين بنربط الكتان زي ما أنت شايفين كده في ربط صغيرة علشان خاطر استعدادا لباقي العمليات التي تلي عملية الحصاد طب إيه هي الأخطاء الفنية في زراعة الكتان أبنائي وبناتي مهم جدا أنك تعرف من عندي الإهمال في خدمة الأرض توسيع الأحواط زيادة سمك البتون عدم ضبط الكسافة النباتية زيادة التسميد الأزوتي التبكير أو التأخير في الحصاد مهم جدا أنه نعرف أنه عندي أخطاء فنية علشان نتجنبها إلى جانب هذه الأخطاء مهم جدا علشان خاطر لما نعرف أن الأخطاء دي بتؤثر عليها تؤثر عليها يبقى أنا لما نرجع أبناء وبناتي قبل ما نرجع تاني للسلطات الموجودة قدامي هنرجع نفصل لك الأخطاء الفنية لزراعة محصول الكتان قلنا وثناء عملية الخدمة يجب أن تكون الأحواط صغيرة والبتون ديئة تقول لي لي يا أستاذ إيه الهدف؟ أقول لك الهدف الأحواط صغيرة علشان أتحكم في عملية الري بتاع الكتان تاني حاجة سمك البتون رفيع ما تكونش البتون واخده مساحات كبيرة طب إيه الهدف من كده؟ الهدف من كده دي مهارة بقى هي مش معلوم ليه؟ لأن البتون وقنوات الري تنتج نباتات خاشنة أليافها خاشنة نباتات قوية أليافها خاشنة النباتات القوية الألياف الخاشنية هذه الألياف هتباع بسعر مخافة علشان كده بقول أبناء وبنات من ضمن الأخطاء الفنية في زراعة محصول الكتان واحد الإهمال في خدمة الأرض وعمل بتون سميكة أو قنوات ري كثيرة لأن هذه القنوات والبيتون السميكة تنتج نباتات قوية خاشنة الألياف كمان مهم جدا الإهمال في الري مهم جدا أن نروي الري الكتان بانتظام زي ما أنا قلت لكم قبل كده بيحتاج إلى أربع إلى خمس ريات بانتظام أو كل أربعة أيام ري بالرش في حالة الأراضي الرملية ثم تحديد الوقت المناسب للحصاد والمرحلة المناسبة للحصاد لأن حصاد الكتان مبكر أو متأخر بيضي نتيجة سلبية نرجع تاني علشان أقولك وأكد عليك بآخر مرة الشكل أو الفرق بين حصاد الكتان في المرحلة المناسبة من علامات النطق وفي المرحلة الغير مناسبة لا يجب أنه خطأه هذه المرحلة لا يمكن حصاد الكتان فيها أما هنا ظهرت علامات الحصاد اللي احنا بنقول جفاف الأوراق وسقطها أو صفرارها ووجود السيقان خالية من الأوراق تماما ووجود البزور مع صوت البزور داخل الكابسولات ننتقل بعد كده أبنائي وبناتي إلى نقطة مهمة جدا وهي عملية التعطين أن هذه العملية من العمليات المهمة جدا يهمني أن أنا أشرح لك بس يعني إيه عملية التعطين قبل ما نستعرضها معنا بالصور ونعيش القصة عملية التعطين هي عملية الغرض منها إزابة المواد اللحمة اللي هي مادة السيرسين اللي هي بتلحم اللحاء طبقة اللحاء بتاعة الكتان اللي هي الأرياب بتاعت الكتان طب بنعمل العملية دي إزاي؟ بنجيب الكتان بعد ما نعمله عملية الهدير اللي هي عملية فصل الصمار من السيقان ثم يتم تربيطه في حزم زي ما حاوريك أبناء إبناتي أنا بديك المعلومة علشان لما نعرض عليك الصور يبقى إحنا كايننا بنعمل عملي بنؤدي المهارة عملي وأنا ما حبيتش دايما أنا ما بميلش للفيديو لأن الفيديو ممكن يشغلك وياخدك بسرعة لكن أنا بعرض لك الفيديو في صورة سليطات الشريح العملية بتتم بإننا بنجيب الكتان من الحقول بورده إلى المصنع يتم إجراء عملية الهدير اللي هي فصل الصمار بوسطة استخدام أمشاط خاصة ثم تجميع النباتات في حزم ثم توضع النباتات في أماكن خاصة بعملية التعطين بتعدي لها ثم تعطية النباتات بالمياه أو غمر النباتات بالمياه مع وضع أثقال عليها حتى لا تطفو وبعد فترة معينة ممكن تغيير المياه أو عدم تغييرها أي عملية يمكن أن نغير المياه أو ممكن نغرهاش حتى تمام عملية إزابة المواد اللحمة تستخرج هذه النباتات ونجففها ثم تم إجراء عملية تسمى عملية الدأ لفصل الألياف عن الأجزاء اللي هي بتاعة الساق اللي احنا بنسمونها الساس أو الدأ اللي هو بيستخدم بعد كده أبنائي وبناتي في إيه بيستخدم بعد كده في صناعة الخشب الحبيب أنا نعرض لك دلوقتي عملية التعطين عملية التعطين هي عملية الغرض منها إزابة المواد اللحمة الموجودة التي تجمع ألياف الكتان لاستخلاص ألياف الكتان نقولها بصغة تانية نقولها بصغة تانية نقول عملية التعطين هي عملية الغرض منها الحصول على ألياف الكتان بعد إزابة المواد اللحمة أو مادة السرسين طب بتتم إزاي؟ نرجع بقى نشوف بتتم إزاي علشان تعرف وتعيش معايا المهارة ديت كأننا بنؤديها عملية احنا جمعنا محاصيل الكتان زي ما انتم شايفين ابناء وبناتك كده قدامكم هي زي الأش بيسمى بالأش ليه بقى سميته بالأش لانه ما عادش فيه صمار خلاص هذه النباتات اللي انتم شايفينها قدامكم دي اسمها أش كتان بيجم تجميعه ثم بعد التجميع بيربطه قد العامل بيربطه في حزم زي ما انتم شايفين بيجمعه هو بالشكل ده كده وبعد ما جمعه يتم اعداد الجزء المنطقة خاصة زي ما انتم شايفين كده ابناء وبناتك هيت ما كان كده زي حوض يتم وضع فيه النباتات بتراص فيه النباتات زي ما انتم شايف كده ها شايفين ده ده ثقل حاجة كده كبيرة حجر كبير ثقل كبير زي ما انتم شايفين هذا حوض حوض التعطين هيت أحواض التعطين هيت اللي هي موجودة هيت ادي الأش حولي منها هوا بيتم وضع الأش داخل أحواض التعطين يتم وضع أثقال كثيرة أو كبيرة أو ثقيلة على النباتات حتى لا تطفو على السطح حتى تزوب جميع المواد اللحمة وبعد إتمام عملية التعطين زي ما نشايفين أبناء وبنادي بص بقى الفرق باميرلون شوف ده هذه الفرق بين الأش قبل التعطين وبعد التعطين هنا تمت العملية جفت الأحواض هيت حيث تستخرج هذه النباتات هيت بعد زابة المواد اللحمة منها علشان خاطر استخلص منها الألياف بص كده للعملية دي بستخلص الألياف بشكل ميكانيكي علشان خاطر نحصل على الألياف من السيقان هذه الألياف بنحصل عليها بعملية الدأ أو بمكان خاص لتسهيل العملية وبنحصل على الألياف بالشكل ده يبقى أبناء وبنادي عملية التعطين هي عملية الغرض منها إزالة المادة اللحمة والتخلص منها لمادة السيرسين للحصول على الألياف الموجودة على سيقان الكتان هذه العملية تتم بتعطين النباتات في أحوال تعطين مع غمرها بالمياه لفترة معينة مع وضع أثقال كبيرة حتى لا تطفو ثم بعد إتمام عملية التعطين وتختلف على فكرة معاد عملية التعطين أو الفترة بتاع التعطين حسب درجة الحرارة لو كان الجو حار في الصيف بتاخد فترة بسيطة جدا حوالي أسبوع لو الجو بارد بتكون أكتر من كده بشوية لأن درجة الحرارة بتبقى مساعدة في سرعة عملية التعطين بعد ما بنخرج النباتات من الأحواض زي ما انتم شفتوا كده أبناء وبناتي بنرجع معاكوا بتاني علشان خاطر تبقى الصورة معايا هذه النباتات بعد عملية التعطين اخرجها العمالة هما بيشيلوها وجمعوها ويبدأهم يعملون عملية التكسير للحصول على الألياف أو عملية الدأ للحصول على الألياف هذه العملية الغرض منها نحصل على الألياف بالشكل ده والناتج منها الساس أو الدأ يستخدم في صناعة الخشب الحبيبي أبناء وبناتي لما نجي نتكلم بعد كده على أدلة التعلم اللي موجودة يبقى لازم أرجع إلى معايير الأداء ليه؟ لأن أنا لما حتكلم على التقييم يبقى حطلبك بأن أنت تقدم أدلة التعلم وعلشان أقدم أطلبك بتقديم أدلة التعلم يبقى لازم أحط معايير الأداء قدامك لأن إحنا قلنا أن الوحدة تتكون من مخرجات وأن كل مخرج بيكون ليه معايير أداء أنت بتقيم وفق معايير الأداء اللي موجودة دهيت لأن إحنا لما شرحنا وقلنا لك معلومات إسرائية أو معارف أو مفاهيم كل ده كان الغرض منه أن أنا نسقي لك بالمعارف اللازمة اللي هي اللي تؤهلك للقيام بمهار ولما نستعرض المعايير يبقى لازم تؤدي المعيار أو تخضع على عملية التقييم وفق الشرط اللي موجود في المعيار ده لأن إحنا بنكلم على معيار الأداء يبدأ بفعل ويشتمل على شرط يقولك يزرع يحصد يبقى هنا وفقك على مات النظر يبقى شرط عملية الحصاد بعد من شو أي وقت إن أنا أقولك إيه تعال أحصد تقوم تحصد لأ يا باشي لازم تشوفي أبناء وبناتي مدى توفر على مات الحصاد واللي أنا أبدأ أحصد إليه يبقى أنا هرجع معاك علشان أأكد على الأدلة اللي أنت مطالب بتقييمها سواء بطاقة ملاحظة أو بطاقة مراجعة منتج أو دليل تساؤل شفاء أو تحريري هنا بنتكلم على معايير الأداء اللي بيشتمل عليها المخرج اللي أنا عارضها قدامكو دي أبناء وبناتي أولا يحدد كمية التقاوي حسب الغرض من الزراعة ده أول معيار من معايير الأداء اتنين ينفذ الزراعة الآلية للكتان تلاتة ينفذ برنامج الرأي والتسميت تابعا للتوصيات الفنية أربعة يقاوم الحشائش في الكتان دون الإضرار بالمحصول خمسة يحدد علامات نطج المحصول ومعاد الحصاد في العمر المناسب طب إيه الأدلة بقى المطلوبة منكو أبنائي وبناتي حيجي يتكلم على أول دليل من الأدلة دليل تساؤل تحريري أو شفوي وأنا جمعتهم مع بعض لأن إنت لما بتتساؤل شفوي يبقى بنعدك علشان تمتحن تحريري أول دليل حيطبق على جميع المعايير اللي هو من معيار واحد لخمسة اللي هما كانوا قدامنا من لحظات على الشاشة واللي أنا بذكرك بهم تاني اللي هما دولة يحدد كمية التقاوي حسب الغرض من الزراعة ينفذ الزراعة الآلية ثم ينفذ برنامج الري ثم يقاوم الحشائش فيه الكتان ثم يحدد علامات النطج هذه المعايير الخمسة اللي موجودة قدامكو أبنائي وبناتي حيخضعوا حتخضع للتقييم فيهم من خلال ما يسمى بتقديم دليل آداء اللي هو دليل تعلم في صورة امتحان شفوي أو امتحان تحريري والامتحان الشفوي أو امتحان تحريري ناخد نموذك كده منه بسيط يقول لك معدل التقاوي للفدان الكتان لغرض الآلياف هو احنا قلنا طبعا معدل التقاوي في الرنج ما بين 50 إلى 70 كيلو جرام يبقى هنا لما بقول لغرض الآلياف بستخدم معدل أقصى معدل حوالي 70 كيلو جرام للفدان ممكن 65 كيلو ولغرض البزور أقال لمعدل حوالي 50 إلى 55 كيلو ولسناء الغرض من 50 إلى 60 كيلو أو 60 إلى 65 كيلو جرام بزور موسم زراعة الكتان هو الموسم اللي أبناء وأبناتها افتكر كده؟ أيو برافو عليكم هو الموسم الشتوي اللي هو من شهر اكتوبر وشهر نوفمبر يزرع الكتان بطريقة إما بطريقة البدار اليدوي أو بطريقة التصطير إلى هما المهم أننا بنخدم الأرض خدمة جيدة ثم يزرع الكتان بطريقة البدار أو بطريقة النسر صمرة الكتان بتسمى إيه؟ بتسمى كابسولة طبعا التأخير في زراعة الكتان يسبب التفتح الكابسولات وفقد البزور بسقطها على الأرض زيت الكتان يسمى بزيت الحار بعد كده نستكمل أدلة التعلم المطلوبة أبناء وأبنات يقول لك جليل بطاقة ملاحظة للمعايير 2 و 3 و 4 و 5 طب أنا هفكرك بالمعايير دي طبعا هفكرك بالمعايير علشان ما تنساش معايير 2 كان بيقوله ينافذ الزراعة معايير 3 ينافذ برنامج الراي معايير 4 يقاوم الحشائش معايير 5 يحدد علامات النطق ولما بقول أناي وبناتي بطاقة ملاحظة هنا بنقف ونأكد عليك أن بطاقة الملاحظة معناها أن أنت حتطالب بأداء المهار لأن أدلة التقييم إذا كانت أدليل تقييم التساؤل شفاء أو تحريري هنا بتختلف أنت معك وراء أو أنت بتتناقش مع المقيم بتاعك وبتسري معلوماتك وهو بيستمع لك أما بدليل بطاقة الملاحظة معناه أن أنت بتخضع لعملية التقييم وفق معايير أداء مهارة أنت بتؤديها علشان كده إحنا لما صغنا أدلة التعلم اللي هي مطلوبة أنك تخضع لها أبنائي وبناتي نوعنا أدلة التعلم ما بين أسئلة شفوية ما بين أسئلة تحريرية ما بين بطاقة ملاحظة ما بين بطاقة مراجعة منتب إحنا هنا بصدد تقديم دليل تعلم عبارة عن بطاقة ملاحظة بطاقة ملاحظة يعني إيه؟ يعني أنت حيطلبك المقيم بتاعك أن أنت تؤدي تنفس طب تنفز إزاي؟ لازم تقول أيوة يا أستاذ أنفز وفق المعايير لما نجي نقول أول معيار من معايير الأداء ينفز زراعة الكتان بس كده ينفز زراعة الكتان لا 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 لازم نكامل الشرط وفقا للتوصيات الفنية يعني إيه؟ يعني هتيجي الأرض مخدوم يعني لو أنا جبتك على قطعة من الأرض عديمة الخب ما تخدمتش أرض بلاط أو قاس وقلتلك مطلوب أن أنت أدي كمية تقوي كتان مطلوب أنك أنت تزرح حمل هنا بختبرك تقوم تقول لي ما ينفحش أزرع الكتان في الأرض غير مخدومة ما تخدمتش ما تحرتتش ما تمش خدمتها جيدة ما تسوتش ما تقسمتش إلى أحواط تقسمتش إلى بيتون رفيعة وغير سميكة كل ده معيار من معايير الأداء مهم جدا لما أجي اختبرك أنا بقيس مدى ما حصلتهم من من معارف علشان تأدي المهارة لأنك إنت لو خدت من التقاوي قلتلك ما حاضر رميسك بتواقد التقاوي بدأت تعمل عملية الناسر في قطعة أرض بدون خدمة هنا أقول لك أنت غير جدير لأنك ما استفدتش من البرامج التعليمية اللي إحنا كنا بنعرضها عليك في برنامج في بيتنا مدرسة ولكن أنت مركزتش معانا لكن أنا بقول لك ركزة هوة لما إحنا بنطلب منك تطاقة ملاحظة يبقى بنخضعك لعملية تقييم في المهارة بتؤدى وفق معيار ازرع يا حبيبي الكتان أو ازرع يا بنتي الكتان بطريقة البدار تقوم تقول لازم الأرض تكون مخدومة خدمة جيدة مقسمة إلى أحوال 3 إلى 4 متر سمك البتن يكون رفيع علشان نتجنب انتاج ألياف خشنة قليلة القيمة الاقتصادية ننفذ برنامج التاني برنامج الرأي طبعا إحنا قلنا الرأي بيكون على الحامي الرأي بيكون باعتدل ما نفس الرأي بشكل مبالغ فيه ما يكونش فيه تراكم لكمية المياه ولو تراكم كمية المياه على طول نتخلص منها بالصرف طب المعيار اللي بعد كده مقاومة الحشائش منقاوم الحشائش بيقى بطريقتين إما طريقة الميكانيكية اللي أنا بتعرف على الحشيشة وتم تخلص منها بالتأليع باليد أو باستخدام المبيدات الموصى بها ولما بقول مبيدات موصى بها يبقى هنا بنرجع لي توصيات فني مهمة جدا 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 لأن لكل حشيشة مبيد اختياري يعمل على شكل الخضري بتاع الحشيشة دون النبات الأصل ومن هنا لما بقى أقول المعيار ايه في المعيار الأداء ده الشرط ايه دون الإضرار بالمحصول يبقى هنا أبنائي وبناتي الشرط في الأداء دون الإضرار بالمحصول مش الهدف ان انت تقوم حشيشة بس لا يبقى لما بتقوم حشيشة تشوف الاتجاه بتاع الرياح ماشي يمت فيه وتمشي عكس اتجاه الرياح يعني مقابل اتجاه الرياح ليه ما ممشيش في اتجاه الرياح ليه لأن انت لو ماشيت في اتجاه الرياح هتؤدي إلى تدمير النبات وإصابته بالرقاد وتكسير العدد كبير من النباتات ايه كمان ألا يكون طول السيقان أكثر من خمسين سنط لأنك انت لو أخرت مقاومة الحشيشة باليد حتى تستطيل النباتات لأكثر من خمسين سنط يبقى هنا هتكون عرضة للتلف أكثر من اللازم وعليه بنقول أبناء وبنات أن معايير الأداء اللي انت بتخضع لها هذه المعايير يجب أن تؤدى وفق الشرط بتاعها يبقى هنا أبناء وبنات لما نسترجع معاك ما عرضنا خلال هذه الحلقة رجعنا مع بعض تقبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول من محاصيل الهامة جداً محاصيل الألياف وهو محصول الكتان وقلنا أن هذا المحصول يزرع كمحصول شتوي ويجب أن احنا نخدم الأرض خدمة جيدة ثم تقسيم الأرض ثم جعل البتون غير سميكة حتى لا تنتج نباتات خاشنة الألياف نباتات قوية أليافها خاشنة رضيئة وضعيفة وبالتالي تباع بأسعار مخفضة بعد كده استعرضنا مع بعض مقاومة الحشيش ثم برنامج الري ثم برنامج التسمين وفصلنا مع بعض أن احنا بنقول لا نزيد ولا نفرض في التسميد الأزوتي حتى لا تتجه النباتات للنمو الخضر على حساب النمو السمري وحتى لا تضعف النباتات وتكون عرضة للإصابة المرضية ثم وصلنا مع بعض أبناء وابناتي إلى حصاد محصول الكتان وقلنا أن هناك معيار وشرط مهم جداً 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 وهو حصاد المحصول بعد ظهور علامات النطج المناسبة اللي هي إصفرار الأوراق وسقوطها من على السيقان وتلون السيقان باللون الأصفر وسماع صوت للبزور داخل الكابسولات وكده أبناء وابناتي نكونوا أن هنا مع بعض باقي الوحدة وجميع وحدات الفصل الدراسي الأول استعداداً لإن شاء الله نتقابل معاً للفصل الدراسي الثاني نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا